السلام عليكم ازاي حضراتكم يورب ده ما يكونوا بخير انا ربون صابري وان شاء الله في هذا الفيديو باذن الله اشارك خضراتكم استراتيجية محترمة جدا حياتي ممكن تستغل لها في ترويج منتجات الافلية الخاصة بحضرتك بشكل جميل جدا وبشكل احترافي لكن هي بادية زي بدء احبين يعرف ممكن هي الصورة العامة او الشكل العام لهذه الطريقة بشكل جميل جدا وبشكل مبسط اول خطوة بقى معلم احنا هنعمل او مقالات بتتكلم عن موضوعا ما الناس بتبحث عنها تمام حلو خالص وبطبع اي خطوة من تلك الخطوات الخاصة بهذه الطريقة النهاردة لها ادوات معينة ادوات مميزة انا هتشرحها برضو في هذا الفيديو تمام يبا كده اول خطوة هنعمل احنا احنا او مقالات مميزة تاني بقى خطوة احنا نعمل بقى نشر هذه المقالة في مواقع مشهورة جدا ليها اثورتي ليها نفوذ كبير جدا في محركات البحث زي جوجل ومن ثم احنا بقى هنزهر ولينا فرصة كبيرة في الظهور في اولى نتائج البحث تمام حلو خالص تاني بقى خطوة احنا بقى هنستخدم ادوات مميزة بتدفع هذه المقالة باللينك الخاص بيها اكتر بقى في جميع محركات البحث زي جوجل وزي بينج وخلافه تمام حلو خالص فنمشى بقى خطوة بقى وان شاء الله بجد التريدي هتعجبكم بجد في ترويج منتجات الافلية الخاصة بحضرتك اول حاجة بقى فيما يخص كتابة المقالات او كتابة الارتكلز طبعا اول نقطة رئيسية جدا لما اي شخص بيكتب بلوج او ارتكل معينة لازم جد يهتم جدا بالمحتوى او صلب الموضوع نفسه وطبعا اهم حاجة بقى عشان تجذب انتباه القراءة عشان يدخلوا برضو على هذه الارتكلز سواء في اي موقع او حتى في يور ويب سايت لازم يتتم انت بالهيدلاين او عنوان الارتكلز وافضل بجد افضل عنوان لازم الناس بجد تشتغل عليه اي شخص كوب رايتر او شخص بلوجر او بيكتب مقالاته ما لازم بجد يكون بيجاوب على سؤال الناس بتبحث عنه واكتر اكتر بجد توبك واكتر المقالات الناس بموقف بتظهرها هي الاجابة عن اسئلة هي بتسألها في محركات البحث سواء كان في جوجل او في ليكيوب او في بينج او في اي موقع اخر ومثلما كده احنا حابين ان شاء الله ممكن نتكلم عن توبك معينة او في اي مجال اخر زي مثلا سواء ويت لوس او الميكمان انلاين او البزنس او ديجيتال ماركتنج او اي امكان ابحث عن اي سؤال بيخص هذا المجال او بهذا التوبك تمام الناس بتسأل يعنيه فحنا بقى حابين نعمل ارتيكل مقالة قوية جدا بتقدم قيمة حقيقية بتجاوب على هذا التسأل ومن ثم احنا بنطرح برضه بنضع افليت لينكس بما برضه بتساعد اكتر برضه في حل هذه المشكلة او في اجابة هذا السؤال تمام حلو خلص فحنا بقى عشان نبحث عن هذا التوبك او هذا الهيدلاين الخاص بالموضوع اللي هتكلم عنه في الارتيكل بقى عندك اكتر من طريقة ممكن تيجي انت عادية جدا على جوجل بشكل منول او بشكل ممكن فردي او بشكل يدوي انت ممكن تتكلم ممكن ولكن احنا نبحث عن مثلا احنا ممكن هتكلم ولكن عن الويب هوستنج مثلا هو المواقع الخاصة بالاستضافة انت ممكن حاجة بتعمل افليت ماركتنج للمواقع بتعمل زي استضافة زي زي بلوهوست ونيمتشيب ووستنجر والكلام ده فحنا ممكن حابين يعني نبحث عن هي اكتر للاسئلة من قبل الناس على اساسه نعمل اوار ارتيكل فممكن نتكلم احنا زي مثلا اه وات مسلا ازا بست مثلا ويب هوستنج كمان سأل اهو شايف انت تلك طبعا الاسئلة الناس بتبحث عنها بشدة في جوجل زي ما حاك شايفنا وهكذا طبعا كل ده عبارة عن اسئلة الناس بجد تبحث عنها ومحتاجة لها اجابات من خلال ارتيكلز من خلال مقالات بتتناول بقى موضوع الويب هوستنج باشكاله بمختلف انواعه وهي افضل الشركات اللي بتقدم ممكن الويب هوستنج واسعارها والمقارنة بينهم وهكذا تمام حلو خالص طبعا عندي طريقة زي ما اتفاني هي عبارة عن طريقة منوال الطريقة التانية بقى برضه اسهل وشكلها بجد احترافي اكتر ممكن نلجأ موقع محترم جدا اسمه answer the public.com هنا حقيقة برضه انت ممكن تطرح هنا وليكن موضوع عمون ما ومن ثم بيجيب لك كل الاسئلة المتاحة اللي بتدور حول هذا التوبك او هذا الموضوع او هذا المجال يعني هنا مثلا نكتب انها زويب هوستنج مثلا زويب هوستنج حلو خالص ومن ثم بيجيب لك كل ادوات الاستفهام سواء what او which او who او where المختصة بهذا التوبك او بهذا المجال تمام حلو خالص شايف انت اهو ادي عمعلم بقى كل تلك الاسئلها الخاصة بموضوع الويب هوستنج بجد حاجة جميلة جدا 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 يعني كمثلا انت ممكن تبدأ او العنوان الخاص بالمقالة الخاصة بحضرتك بمثلا بhow كمثلا how to web hosting in google how to web hosting in godaddy how much web hosting cost how to do the web hosting وهكذا ممكن زي what او مثلا what is the web hosting process what is the cheapest web hosting وهكذا طبعا او what the best web hosting service طبعا نشوفناها طبعا لسه بشكل المنوال اللي عملناها في الخطوة او الطريقة السابقة ومن ثم مثل هذه الطرق انت معلم بقى بتبحث عن اكتر ممكن الاسئلة بجد الناس بتسأل عنها ومن ثم انت بتقوم بعمل your article او مقالتك الخاصة الجميلة اللي طبعا بتختصبها بموضوع ال web hosting وطبعا تضع انت في بالك ان طبعا هتعمل انت افليت ماركتنج تمام في هذه المقالة تمام جميل جدا وطبعا انت لو عاجبتك اي ممكن من تلك الحاجات يستموك انت عليها كليك كده معلم ومن ثم بتحول بشكل مباشر الى موقع جوجل بمثل هذا السؤال المحترم تمام حلو خالص وطبعا برضو في موقع برضو شبيه لي اسمه alsoasked.com وطبعا برضو موقع ده شبيه برضو موقع answer the public انت بطلع هنا يمعلم بقى search term او key word او الموضوع نفسه ومتسمى بقى بيجدلك كل الاسئلة المتاحة اللي بتدور حول هذا التوبيك او بهذا الموضوع حلو خالص اهلا مثلا هنتكلم عن الموضوع what the best web hosting تمام حلو خالص نجي بقى للخطوة الثانية طبعا بقى الا وهي بقى معلم بقى كتابة your article او طبعا كتابة المقالة الخاصة بحضرتك هنا طبعا بقى معلم لو انت بقى شخص صحيح متمرس ممكن بقى في كتابة المقالات وعندك ممكن بلوج وانت متعود بقى تكتب حاجات وانت بجد ليك خبرة معينة وليك دراية كافية بهذا المجال او بهذه المواضيع اكتب انت معلم بقى بنفسك بقى وبشكل منامك جدا وبشكل حلو خالص اما حاجة بقى فيه طريقة تانية بقى اسهل شوية بقى الا وهي بقى اعتماد على الادويات الخاصة بالذكال الاصطناعي بتعملك بقى generation او توليد مقالة محترم جدا من الالف الالياء بالعنوان وبالoutlines او subheadings او العناوين الرئيسية وموضوع مقدمة المقالة وخاتمة المقالة بجد حاجة محترمة جدا حاجة الف من الالف زينا بيقولوا كده يعني بجد حاجة جميلة وجست انت ممكن تعملها في ظرف ممكن او عشر دقايق او ربع ساعة بكتر اوي يكون عندك انت مقالة احترافية جست انت بتضع بقى لينكات الخاصة بيور افليت برادكتز تمام؟ حلو جدا وبجد حقيقة افضل موقع اللي بجد بعتمل عليه شخصيا للامانة وبرده سعر مناسب جدا هو موقع يا معلم بقى اللي اسمه رايتسونيك دوت كوم رايتسونيك دوت كوم بجد ده موقع بجد خرافي جدا والمميز بقى النتيجة بتاعته بتبقى حلوة اوي 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 بجد وبتكون يعني ذاتك والتي عالي اوي جودة محترمة جدا انت بجد تعتمد عليها في توليد مقالات معينة باي موضوع انت عايزه وفي اي نيتش انت محتاج وتمام؟ وحيطا بجد اشرحت ممكن رايتسونيك لبكده في فيديو خاص طبعا حيطا لو انتنسى ان انتظر اذا فيديو وتليه تحت في اول كومنت مسبت تمام؟ المميز بقى طبعا بقى في رايتسونيك كما اقول لكم بقى ان هو بجد اسعاره مناسبة جدا 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 كما رأينا في الخطط السعرية الموجودة في رايتسونيك تبدأ بـ 15 دولار معاك بقى الـ 45 دولار في الشهر معاك بقى الـ الـ طبعا هي شغالة بنظام الـ او الرصيد من الاخر تمام؟ عندك هنا مثلا في الـ اللي هو طبعا الاقل طبعا بقى برايسينج بلان او اقل خطة سعرية بيكون فيها ميت كريدت يعني ممكن حوالي اكثر من خمسين الف كلمة والمميز برضه حقيقة برضه في موقع رايتسونيك انه عندنا برضه في خطة تجريبية من عشرة كريدتس انت ممكن تجرب بقى جودة بجد الموقع المحترم ده وبجودة هذه الااداة في اي حاجة انت عايزها في بلوجنج او موكتنج في سوشال ميديا ماركتنج وهكذا تمام؟ جميل جدا انا على نبس الحقيقة برضه مرئزة لكم انا مشترك بجد في الموقع ده ويمرتح بجد معا جدا بيطلع بجد نتيجة حلوة جدا 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 تمام؟ حلو خالص انا ممكن بقى هنعمل بقى ارتكل تخص بقى موضوع الويب هوستنج تمام؟ حلو خالص فاحنا بقى ممكن نشتغل ولكن على الجزئية الخاصة بممكن نحاول ممكن نطلع بقى او ممكن عبارة عن ساب هيدنج احنا ممكن نتكلم عن ايه في المقالة الخاصة بحضرتك تمام؟ حلو خالص بشكل سريعي جدا احنا ممكن نختار ممكن الكاتيجولو الخاصة بالارتكل اند بلوجز تمام؟ وممكن نتجه للجزء الخاص بالاي اي اي ارتكل اوتلاينز حلو خالص تمام؟ جميل جدا هنا احنا ممكن بقى اول حاجة احنا ممكن نطلع هنا ارتكل انتروز تمام؟ نمشي خطوة خطوة كده احنا ممكن تكلم هنا عن مواد مسلا تمام؟ حلو خالص هنا بقى خلي ممكن طبعا هو اعاد انجليش مفيش مشكلة جزمية انتروز دونس كده معلم بقى لكم جابلك هنا مقدمة بجد احترافية بتجذب القارن نفسه بقى للدخول بقى في صلب الموضوع اللي انت بتقدمه وطبعا بيحتوي على او طبعا لينكات خاصة بترويج الويب هوستنج سيرفزز تمام؟ حلو خالص تمام؟ انا بقى طبعا بقى ممكن عندك انت اكتر من نسخة جميل جدا انت ممكن تختار لانت عايزه ومناسب بجد وعجبك كده وداخل دماغك زي الفق اللي كده معلم احنا ممكن بقى كوبي هنا حضرتك كمام ممكن نضع هنا بس ايه في ممكن في ورقة خارجية كده اشطة كده جميل جدا تمام ايه ناخد بس احنا بس التايتل الخاص باور ارتكل ونجع جزئة تانية اللي هسمها ايه ارتكل اوتلاينز بنعمل بقى ساب هيدنج بقى تمام؟ نضع هنا بقى العنوان زي الفقال نضع هنا بقى الانترو وحنا اخدنا دلوقتي حلو خالص بمنتهى الشياكة وبمنتهى الجمال اشتري معلم بقى كوبي بنرجعت هنا على اشتري معلم كده جد لك هنا اكتر من ساب هيدنج معين انت بقى ممكن تختار لانت مناسب بحضرتك حلو خالص ممكن ناخدها كوبي زي الفول كده كده كبير تمام؟ لابا كده احنا بقى حصلنا خاصة على التايتل او عنوان الارتكل الخاص بحضرتك وكمان مقدمة ممتازة جدا باضافة بقى الاوتلاين او العلوين الفرعية دورنا بقى نعمل خاص بقى الارتكل الخاص بحضرتك بشكل جميل جدا وبشكل احترافي من خلال برضو اداة رايتسونيك دوتكم فانت بقى ممكن طبعا ترجع هنا على الهوم بيرج تمام؟ حلو خالص بشكل سريع جدا وحنا نختار ممكن تمام؟ كمثال حلو كده امعلم بقى هنا بقى احنا ممكن نضع هنا بقى اللي احنا خدناه بقى من هنا اللي خاصة بالانترو او مقدمة الارتكل تمام؟ زيت بقى الساب هيدنج او الاوتلاين تمام؟ كوبيا معلم نرجعتنا على رايتسونيك بشكل سريع جدا ثم هاكشاف كده دمعا ده الانترو تمام؟ وهنا بقى بعدها يليها اعطول بقى الساب هيدنجز هنا طبعا بقى يفضل بقى نحزف بس كيمة سيكشن طبعا دي طبعا دي عنوان الفرعية اللي على اساسها هتم عمل بشكل جميل جدا 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 اهو كمي نسال اهو برضو بشكل سريع جدا بس نعمل بس فصلة شوية تغير كده ونخلط طبعا دي نكبرها نخليها دي عبرها عن عنوان فرعي حلو خالص ونثم ندوس هنا اكسباند تمام اهو بص بقى في ظرف ثواني بيتم كده انتاج ما يخص هذي البراجراف او هذي الجزئية اهو شايف انت؟ عندك طبعا اكثر من نسخة ممكن تختار اللي انت عايز يا معلم بقى ليه طبعا زي تمام؟ عاجبتك بالمعلم ندوس عليها كده زي الفل نجي برضو على البعدها تمام؟ نعمل بس المسافة كده بينهم تمام؟ حلو خالص ونخليها برضو عنوان فرعي اكسباند انت متنعملش حاجة انت بقى بتخلي الزكال الصناعي لهذه الجميلة بتعملك بقى معلم بقى محترم جدا 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 تمام؟ وبتجاوب طبعا بقى بجد على هذه الاسئلة بشكل الجميل جدا وبشكل منمقه شايف انت؟ تختار بقى اي نوع من اللي انت عايزه ممكن هون نختار دي مسلا هذي الجزئية وبرضو نفس المنوات برضو مطبق بقى في باقي انواعه تمام؟ وانت حاليا برضو ممكن تدخل بعض الامبولس او بعض المدخلات اللي ممكن تجعل بها انت الزكال الصناعي يكتب لك او الجزئية دي ومن ثم بقى يعملك بقى فقرة معينة بتتكلم عن بلوهوست ومن ثم انت بقى ممكن تبقى عندها يور افليت لينكس الخاصة ب بلوهوست في اول البراجراف وفي اخر البراجراف وهكذا يعني اهو شايف انت اهو تمام؟ اجازة ممكن تختار انت يوعد فيهم زي كده مثلا اهو ويتم يضافطها بشكل مباشر على صلب الموضوع او في يور ارتكل تمام؟ بشكل اللي برضو سريع جدا نحية عشان ما اطولش اكتر من كده في هزي الجزئية خاص كان انت عملت يور ارتكل اللي معلم بقى الجميع المنمقة الاحترافية حلو خالص نجي بقى على خطوة تانية بقى في اول استراتيجي اللي وهي بقى انت بتنشر هزي المقالة في المواقع المشهورة ذات الاثورتي او ذات الثقل في جوجل هو هي افضل ثلاث مواقع على اطلاق هو اكيد طبعا بالطبع موقع كورا وطبع هي موقع كورا من اشهر المواقع الخاصة او في موقع كورا نحن انت عندك اللي تحق بعمل اا مايكلو بلوج او عندك ممكن تعمل اسبيس او موقع صغير خاص بحضرتك تنشر فيه او افكارك او مقالات الخاصة بحضرتك بشكل جميل جدا وبشكل احترافي انت بتجينا على جوز الخاص بالاسبيس وتم هنا كريات نيو اسبيس ومثلما تعمل انت بقى انت عملتها في تمام في اي مجال انت عايزه مثل هذه المقالة المحترمة الخاصة بسؤال جميل جدا تبحث عنه في جوجل ومن ثم تجد هنا معلم ارتكال جميلة جدا مكونة هي من عنوين فرعية تقدم معلومات حلوة تقدم معلومات قيمة تحل مشكلة الناس توجهها او تجاوب على سؤال الناس تبحث عنه تمام ومثلما انت بتضع افليت لينكس او منتجات افليت برضو لها دور كبير جدا في حل مشكل او في جابة هذا السؤال تمام حلو خالص زي ما رأينا برضو مقالة بجد جميلة جدا وذات قيمة تمام وتحتوي على فوتوز او صور تمام حلو خالص لو انت عندك ويب سايت او بلوج او موقع خارجي بتكتب انت برضو في هانت برضو ممكن تستغل هذه الطريقة برضو في الحصول على لموقعك الرئيسي من خلال او رابط خلفية زي ما رأينا انا عمل هنا اي شخص ممكن يعمل على هذه البوست هيتم تحويله بشكل مباشر كباك لينك بتوجه او او تمام حلو خالص يبا كده اول موقع معنا حين انتم ممكن تنشر فيها هذه المقالة قال احتراف فيلم تعملتها في riot sonic.com وتحتوي على your affiliate links قال وهي موقع كورة من خلال بوست في your space تمام يعني مش من خلال اجابة لا ده عبارة عن ارتكل او بوست عندك في your space الموقع الثاني بقى موقع بجد جميل جدا وهو موقع linkedin طبعا اكيد موقع linkedin كلنا عارفين واكيد الخاص بالوظائف والشغل والبيزنس والكلام ده عشان كده هي افضل افضل مجال تكتب فيه مقالات في موقع linkedin هي ممكن المقالات اللي بتدور حول البيزنس والدجيطال ماركتنج الفريلانسنج وهكذا ابدينا اكتر المواضيع الاجابة لها ترافك حلو جدا في موقع linkedin وبتكون لها رانك حلو جدا في جوجل تمام حلو خالص تأتينا على الجوزة خاصة في ومن ثم تضع المعلم بقى الارتكال اللي انت كتبتها في rightsonic.com تمام برضه تحتوي على your affiliate links او ممكن برضه لموقعك الرسمي تمام حلو خالص الموقع الثالث بشكل سرعة جدا وهو موقع ميديم موقع طبعا ميديم طبعا غنى على التعريف من اكبر واشهر المواقع بجدل هي اثورتي حلوة جدا في جوجل لكن مرضو حقيقة في معلومة لازم تعرفها ان موقع ميديم للأسف في معظم الدول العربية بيكون او محظور فانت بالتالي حقيقة محتاج لدخول في موقع ميديم ومن ثم تعمل انت معلم حساب ومن ثم تعمل انت your article بشكل جميل جدا من هذه الجزئية هو تعمل انت تمام حلو خالص برضو زي ما انت فانت تحتوي على your affiliate links بشكل جميل جدا وبشكل احترافي بيحل مشكلة الناس بتواجهها وبيقدم برضو اجوبة للسؤال اللي هنت فان عليه في اول title او في اول المقالة وبرضو بتحتوي على back links او روابط خلفية لو انت عندك موقع الكتروني تمام جميل جدا خلاص كيانا من احنا نشرنا بقى your articles في تلك المواقع الجميلة سواء ميديم او كورا او linkedin نجي بقى على خطوة الاخيرة بقى لو هي بقى كيفية دفع هذه المقالات في تلك المواقع المشهورة ذات اكتر بقى في محركة البحث سواء في جوجل او في بينج او هكذا زي ما تلكم بقى فيها دولة معينة احنا ممكن نستخدمها بتعمل كده زيادة نشر هذه في تلك الويب سايت وبالتالي برضو في محركات البحث زي جوجل وبينج المواقع دي طبعا دي زي مثلا bingomatic.com bingomatic.com هنا بقى بتاخد انتها الموجود في كورا او موجود ممكن في linkedin او موجود في موقع ميديم بتعمل بقى دفع من خلال هذه المواقع بقى بتظهر اكتر في محركات البحث تمام يعني برضو كمسال برضو احنا ممكن يجي على موقع جوجل او موقع كورا عفوا وناخد اللينك الخاص بهزي الجميلة كوبي ونرجع بقى تمام ونعم هنا اي حاجة ما فيش مشكلة فتنس تمام وهنا بقى تمام ونسلم احنا ممكن بقى نختار ممكن احنا ونخلان ده ودي وده تمام زي الفل كده بس كده تمام زي الفل كده يا معلم تمام اشطى جدا برضو في موقع برضو محترم جدا برضو اسمه بنجوماتيكس دوت كوم برضو نفس منوال تضعينها اللينك الخاص به يور ارتكيل في تلك المواقع المشهورة ذات الاثورتي ونصم برضو نتعمل هنا ويتم بقى دفع هزي الارتكيل او هزا اليورال اكتر في محركات البحث يعني بالاخر بيعمل كده زياد نوتيفيكيشن لجوجل ان الويبسايت ده او هزي الارتكيل تم عمل التحديث ليه او تمام؟ طبعا دي اللي بتحبها جدا جوجل او اي محركات بحث بتحب ده من المحتوى الفريش والجديد تمام؟ حلو خالص تمام وبنيجي بقى الاخر موقع معنا النهاردة هو اسمه بنجمايلنكس دوت كوم وهي طبعا نفس منوال انتب برضو بتضع اللينك الخاص به يور ارتكيل الموجود بقى في تلك المواقع ذات الاثورتي سواء موقع كورا او موقع لينكدين او موقع ميديا وطبع يور ارتكيل او هزي المقالة بتحتوى على يور افلية لينكس وكمان برضو يور باك لينكس تمام؟ والحقيقة بكده خالص بده النهاردة تمام يكون استفدتوا من هزي الطريقة وهزي الاستراتيجية الجميل جدا بترويج افلية لينك بشكل جميل جدا وبشكل احترافي بمقالة محترمة بتقدم فاليو بتقدم بجد قيمة حقيقية لدى القراءة في حل مشكلة او في اجابة سؤال معين وبجد لو كان فيه اي سؤال لاي استفسار عن حضراتكم اراكم ان شاء الله في فيديو القادم ومع السلامة